تأخذ علي قلت لي شروع تأخر كان عندي شغل كثير بعد قليلة طويل معنى وأنا عندي حكي كثير أحكي لك إياه قبل ما تحكي أي شي بدي أعرف شو هاي العمل اللي انت حملتها أنا؟ شو عملت؟ زيارتك المفاجر وكيف بتيجي بدون ما تعطيني خبر ولا تبلغ هاشي من أجل هون لأعمان كنت مضطر ليش؟ عندي ظروف حتى لو كان عندك ظروف كان لازم تعطيني خبر مش تخلينا على عصابنا هاشم بدور عليك ما بلاقيك ولا بتصل فيك وحضرتك ما بترد طلبت منك فلوس ليش ما بعتلي؟ صعب أساهم جريمة الزواجت من أجنبية الزواج مكتوب له الفشل والله الزواج من أجنبية مش جريمة إذا انت فشلت فهدا مش معناته أنه كل الناس سامر سامر أنا آسف ما أصدق أذكرك؟ بس هذه حياتي وأنا حر فيها إذا هاي حياتك وأنت حر فيها اعمل اللي بدك إياه يطل مني إشي مالك؟ 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 سلطان أنا وينغيب مشكلة سامر أوعتك؟ لا 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 يا سلطان أنا ما بتعطيش مالككوه حتى السجارة مبارب عليها ولا شو المشكلة؟ بدون منخدف التفاصيل لازم تأمني المبلغ لازم يسدده خلال أسبوعين عشرين ألف دولار ومن غير ما عرف ليش؟ مية مية شو؟ مية ألف دولار ولازم أسددهم خلال أسبوعين وين رايح؟ سامر بتعرف شو بتحكي؟ اللي قلته مفهوم وواضح مية ألف؟ انت شو بتساوي يا سامر؟ ولا مين بدك تسدهم؟ يا سلطان فهمي أنا حياتي بخطر لازم أسدد من قبل الخلال الأسبوعين إلا بيؤتلوني إنو اللي قلت مكتب مراهنات خسرت مئة ألف مكتب مراهنات ما خسرتهم لأني ما راهنت اشتغلت بمكتب مراهنات اشتغلت بمكتب مراهنات سامر احكي كل اللي عندك مرة وحدة المبلغ اللي كنت بعته كل آخر شهر ما كان يكفي يا السلام يا السلام ألفين دولار بالشهر ما بكفوا طالب جامعة يا سيد سامر الحياة فيها مغريات كتير هناك وعادي بدأ مصاريف انت رايح تدرس ولا رايح تشم هوا والله يا هذا اللي صار اشتغلت بمكتب مراهنات اموال هائلة حياة حلوة وصرت مسؤولة عن هذا المكتب بتراكم علي المبلغ طول هالمدة وانت بتخدعني بتكذب علي وبتحكي لي بتحضر للماجستير وأنا فعلا بحضر للماجستير صار لك تامن سنين تامن سنين يا سامر المفروض انك خلصت دكتوراه وكمان انا بدي اكمل دكتوراه كذاب لا تقول كذاب لا تصالخ بوشي كذاب ونص بالاول بدك 20 ألف دولار وبعدين وصلوا لمية ألف كنت بدك اياهم عشان تتزوج وهلا في مكتب مراهنات كيف بدك يا سادقك يا سامر يا سامر اللهي انت ما بتفعلي مجابتك وانا بدك تعطيني هيبة انا بدي بتتفعلي من حسطي شو؟ حسطك؟ نعم حسطي حسطي من ثروي لحضر تكايش فيها اخرس لا اخرس لا يا عمتي لا معقول هيف تعملوا في بعض معقول؟ بدك لاوش على كل شيء ما بدي يعطينا هيبة ارسل روجي رأى معقول يا بني يا سوف معقول انت الكبير العائل تعمل هيك؟